وفد برلماني تونسي يضم أعضاء من مجلس نواب الشعب التونسي زار مجلس الشعب والتقى رئيس المجلس وعددا من أعضاء مجلس الشعب وبحث الجانبان العلاقة الأخوية التي تجمع بين الشعبين السوري والتونسي وأهمية تعزيزها في جميع المجالات وخلال اللقاء تحدثت رئيس مجلس الشعب هدي عباس عن سبل إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعية مؤكدة أن سوريا وتونس في خندق واحد في مكافحة آفة الإرهاب الذي يهدف إلى تفتيت وإضعاف دورهما القومي عباس قدمت عرضا شاملا عن المؤامرات التي تتعرض لها سوريا والتي يخطط لها الكيان الصهيوني وتشترك في تنفيذها دول غربية وعصابات إرهابية من جانبه تحدث رئيس الوفد عن سبب زيارتهم إلى سوريا والتي تمثل رسالة للقيادة والشعب السوري بأن الشعب التونسي يقف إلى جانب سوريا وأوضح أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كان خطأا تاريخيا من جانب القيادات التونسية السابقة التأكيد على تضامننا وتضامن الشعب التونسي مع حرب الشعب السوري والقيادة السورية على الإرهاب في سوريا وكذلك التأكيد على أن الشعب التونسي يفهم جيدا بأن هناك مؤامرة قد حيكت على سوريا الحبيبة هذا بالإضافة إلى تأكيدنا على أن العلاقات التونسية السورية هي علاقات تاريخية ونحن هنا من أجل أن نقدم رسالة سواء إلى الشعب السوري وكذلك إلى الحكومة التونسية بأنه يجب أن نقطع حالا مع حالة قطع العلاقات هاته وأن نعتبر أن قطع العلاقات الذي وقع في وقت معين في تونس هو نقطة سوداء في تاريخنا ونريد إصلاح ذلك هذا بالإضافة على التأكيد على أن كل تونسي رفع السلاح في وجه الشعب السوري هو قد رفعه في وجه الشعب التونسي وأكد أعضاء الوفد أن السوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد أصبحت رمزا للمقاومة والصمود العربيين وأن الجماهير التونسية ترفع العلم السوري في جميع أبات الوطنية كما عبر أعضاء الوفد عن أمل الشعب التونسي بأن تحقق السوريا الانتصار النهائي الذي بدأت ترتسم ملامحه على المؤامرة التي تتعرض لها وأن يعود الأمن والسلام إلى ربع سوريا